تحياتي سلسلة جديدة بدي بلش فيها على القناة تعيتي على اليوتيوب وهي سلسلة كيف نحل مشاكل الناس اللي عم بصير معنا كنت قاعد من يومان بقهوة أنا وشاب صاحبي وعرض علي قلي انه عنده مشكلة بالإكسال عم تعزبني كتير كل ما بيجي بدي أعملها ومن هون خطرة ببالي هذي الفكرة قلت ليش ما بحط كل المشاكل اللي بيجوني ومنحلها على الإكسال وهيك بيصير في عنا سلسلة جديدة منقدر نعملها سوا مع بعض السلسلة هيكون اسمها If you can think it, we can make it بالعربي يعني إذا عندك فكرة الحل عندي خلينا نشوف هالسلسلة جديدة هي تكون تأثيرة على العالم وإن شاء الله بتكون سلسلة موفقة المشكلة على الكمبيوتر هيها قدامكم هارشيخ رحضون إياها على تراك نمبر تو لأنه الحل هو بتراك نمبر وان المشكلة الرئيسية وبشكل كتير بسيط الزلمة عنده سيارات بتنقل بضع وهالسيارات بتعبي بنزين بفترات مختلفة خلال الأيام طب فيه أيام بتعبي فيه أيام ما بتعبي المشكلة إنه كل ما بدي يحسب قديش بقى تعبي بدي يروح على الإكسال ويحط equal نائس مثلا أربع تلاف ليطلع معه قديش عبى هيدا الزلمة وإذا اتعدت الأمور يعني مثلا إذا ما عبى هون بالتالي مثلا بدي عبى من هون بدي يروح ما بقى الإكسال هو كل ثلاثة أيام صارت مثلا كل أربعة أيام أوقات ممكن سيارة صفحة جنب وتقعد عشرة أيام ما تعبي فبدو يروح يعمل هيك لا يطلع معه قديش عبى فيول لسياراته خلال هالأيام هاي القصة والطلب اللي طلبوا مني إنه قال لي أنا بدي فورميلة شو ما كان أنا مجرد ما حطت مثلا نقول for example حطيت هون أنا 11 ألف بدي هاي الفورميلة دغري تحسب آخر رقم كان فيه بقلبه عبين الكيلومترات اللي مشيها دغري اللي قديش الفرق ويحسب قديش قيمة الفيول يعني يقدر يأتي الفورميلة دغري أوتوماتيكيا تحسب هاي نائس هاي وكيف عملنا هيدا الشي عملنا هيدا الشي بفورميلة هيها الفورميلة شو بتعمل أول شي بتشيك H4 اللي هي السلة اللي فوق إذا فيها كيلومترات ولا لا لأنه إذا ما فيها كيلومترات بتظلها فاضية فبتعطيك هيدا two codes whole معناتها أنه فاضية هون وبترد فاضية ما في شي عشان هيك إذا منوقف هون منلاقيها فاضية مثل الفبيعي بعدين بحال ما كانت فاضية بدي يعمل الفورميلة اللي كنا عم نعملها تحت اللي هي الH4 هاي نائس الD4 اللي هي هاي بس كيف بدي يعرف أنه الD4 فاضية هنستخدم اللوكب هلأ لا تفهموا اللوكب أكتر أنا هاشرحلكون عليها بطريقة مبسطة أنا عملت لوكب اللوكب بطبيعتها كفورميلة هي شو بتعمل بتاخد لوكب فاليو وبتطلع على فيكتر معين أو على الرأي أوكي وبترد لكم الريزولت إذا لقيتو بالعربي أنا ليه حطيت اتنين كان فيني حط 300 كان في حط 400 كان في حط أربعة فيني حط خمسة المهم الفكرة باللوكب فيكتر اللوكب فيكتر هون بديرت دلي قيمة ليه لأنه شو قلت له واحد اسمي البي فور يعني أنا ثبت الرقم هون على البي فور لو شو ما تحركت لقدام حضلني عم بقرأ بي فور وأنا حطيت الرقم اللي قبل الرقم اللي هو الـ HG4 وطبعا إذا برجع على وراء حترجع F4 E4 D4 وهكذا وإذا بقرب لقدام بتمشي IG K L حسب كل المشي اللي أنا عم بمشي بس شو بتردلي هاي هاي دي عم بتشوف وين في عندي رقم غير فاضي يعني وين في عندي خلية بهالإكسلات منا فاضي إذا منا فاضي الريزلت تعيتها حتكون true وترو بلغة الإكسل هي واحد وفولس هي سفر فبالتالي لما بتطلع هاي دي true بكونوا أسامة واحد على واحد يعني اتنين منا موجودة بواحد يعني معناتها لقى رقم وإذا لقى رقم بيقوم بيوقف عنده وبيعطيني لأنه هاي حتعطيني شو divisible by zero يعني بتعطي error لما بتعطي error بتوقف وبالتالي محل ما بتوقف تعطيني الرقم وزلحظوا أنتوا فوق إذا بتطلعوا مكتوب فوق true false true false 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 لهي إذا منتطلع عليها true لما كانت 2100 false لما كانت 0 ما في شي 3000 بتكون true false 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 وهون عم نشوفهم true false true false 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 كل ما بتكون true بتردلي الرقم أو بتعطي error بس حلاوتها هاي إنه بتاخد آخر واحد كان true وبتوقف عنده لأنه هون على الفولس مجرد ما يطلع false بتعمل divisible by zero بتعطي error وبالتالي بتردلي الرقم مثل ما أنا بدي اللي هو هيدا بتردلي آخر رقم وقفت عنده وهيك الفورميلا عم تشتغل وعشان هيك إذا بتلاحظوا إذا بيجي لهون كمان إذا بوقف هيك هون شوي خلين نوقف بيطلع لكم كمان ال values كلياتهم اللي فوق هون خلين نعمل عليهم هون هيك لاحظوا كمان عطاني امتين آخر مرة عطيت true قبل الفولس كانت هون وبالتالي وقفت عنده وهيك منكون حلينا هاي دي المعضلة مجرد ما أنا محي هاي ومحي هاي وخليني اللي نقول حط إنه بس عبينا هون وعبينا ستة لاف الفورميلا مننا لحالة أخذت الرقام وحطتهم هيدا كان كل شي لليوم بتمنى الحلقة تكون عجبتكم وبتمنى هيدا السلسلة جديدة تفيد ويكون فيها مور ويكون فيها تفاعل أكتر بإنكم تعطوني إنتوا شو بتحبوا أو شو بتكون تحلوا مشاكل إن كان بالإكسال بباور بي آي بأي شي تاني وإن شاء الله تعالى الحل عندي سلام ترجمة نانسي قنقر